قمسك نبس دي تكلفته طبعا سوطا بالأدوية طبعا أرخص كتير جدا هتحس بفارق كبير جدا مع الحمام بتاعك وخاصة مع الزغليل هتحس ان في زيادة في الانتاج بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاك أخوكم حسين أبو عبد وطحياتي لكم جميعا يا رب كده دايما تكونوا بخير وسعادة الفيديو بتاعنا من هاردة هبدأ في موسم الانتاج طالما اتكلمنا عن موسم الانتاج جماعة مع بعض النهاردة بإذن الله طلع عقدم حاجة بدايةا من النهاردة بإذن الله بإذن الله لاتكلم على حاجات هاتفدنا في الفترة اللي جاية اللي هو طبعا موسم الانتاج اللي هيبدأ من شهر 11 in طبعا helmets المت lens reviveonos طبعا مع الحمام اللي هي طبعا بتنتهي اخرها في شهر 11 بيبدأ الحمام بتاعنا يبدأ أشتغل المهمة جدا اللي أمل بالدنا heats teams علي مع الحمام بتاعنا ولو مرة في الأسبوع هتفرق معك لمAngas هذا اللي سنشوفه مع بعض في الفيديو على بركة اللي بقى نبدأ الفيديو مع بعض ان شاء الله الحاجة يا جماعة اللي سأتكلمكم عليها النهاردة بإذن الله اللي هي الحلبة طبعا بمعلقتين منها بس ان شاء الله هتحل كل مشاكل الزكور عندك منشط قوي جدا للزكور وللإناز كمان يعني هنحل بها مشاكل الانتاج عندنا وده اللي سنستعرضه ان شاء الله مع بعض في الفيديو ونشوف ايه اهم موايزات الحلبة اللي نقدمها للحمام بتاعنا ويها فوائدها على الحمام بتاعنا صدقني مش هتقطعها من عند الحمام لو عرفت كل الفوائد اللي فيها ان شاء الله طبعا يا جماعة زي ما اتكلمت في أول فيديو ان احنا اهم حاجة طبعا ان احنا نخلص موسم من القلش اللي احنا شايفينه عند الحمام طبعا كتير جدا بيعاني زي ما انا بعاني كده زي ما احنا شايفين طبعا الريش اللي بعض السلكات فمحتاجين طبعا ان احنا في الفترة اللي جاية ان شاء الله قدم طبعا الحلبة دي بتساعد وخاصة مفيدة جدا في مرحلة القلش ايضا منشط كوجة الزكور وطبعا هذا يبعامل مثل السيلينيوم واحسن من السيلينيوم من الطبيعة ويتعالج او ضعف المبيض عند الناس اللي بتشتكي من كلة البيض مفيدة جدا للأمراض التنفسية ممكن انا كنت بكلمكم و الفرد الدواقف في حالة نهاجان عنده مفيدة جدا للأمراض التنفسية والجهاز التنفسي ممكن انا اي تنفسي عند الحمام وخاصة الأيام دي الناس كتيرة جدا بتشتكي منها طبعا في مفيباش كمان في اسهلات ولا في اي امراض معاوية عند الحمام مش بس كده يا جماعة ده الحلبة مفيدة جدا في زيادة وزن الزغليل وزيادة وزن الحمام لانها فاتح قوي جدا للشهية ومفيدة جدا لتقويب جهاز المناعة الحلبة جماعة تحتوي على الكلسم والبروتين والفسفور والبتاسيوم متنشط كمان الدورة الدموية عند الحمام الحلبة كمان يا جماعة طبعا لها ريح تساعد على طرد اي حشرات طبعا زي الفاش وطبعا الدبان اللي هو طبعا بتاع الحمام بتاعنا فبالتالي مش يبقى فيه اي حاجة من الحاجات دي عند الحمام بتاعنا وده طبعا بسبب من الاسباب ان هي مثلا بتخلي فرد الحمام اللي رائد على البيت ممكن يقوم بسبب كده او يكسر البيت تيجي طبعا لو في زوابة او في فاش او اي حاجة في جسمه حلوة جدا كمان يا جماعة في فصل الشتاء لانها بتساعد على تدفئة جسم فرد الحمام بتاعنا فبالتالي مش يلاقي اي فرد بتراش ولا عنده اي برد بازن الله الحاجة الاخيرة يا جماعة اللي انا اتكلم عليها طبعا اللي هي طاردة للددان طبعا لو ما فيش ددان عند الحمام بتاعنا صدقنا هيبقى في انتاج طبعا الفوائد دي كلها لو احنا اشتغلنا عليها طبعا في الفترة اللي جاية انا زي ما اتكلمت كده وقلت لو مرة واحدة بس في الاسبوع صدقني هتنسى اي امراض ومش هتحتاج اي ادوية من الادوية اللي احنا بنجيبها وخاصة طبعا ان احنا دخلين على فصل اللي هو فصل الشتاء فعايزين نخش بدون امراض فدي اول حاجة ان شاء الله هقدمها معاكم ان شاء الله النهاردة وفي طبعا طريقتين اللي يتقديم الحلبة على الطريقة الاولى اللي انا بفضله انك انت ممكن تحط معلقتين اثنين على لتر ماية تدى تغليهم وتصفيهم وتقدمهم من الحمام بتاعنا الطريقة التانية اللي انا هكلمكوا عليها جماعة ممكن تقدمها على الكلفة طبعا لو قد بنها على الكلفة في بعض الحمام طبعا بيسبها ما بيقلهاش فطبعا عشان تعود الحمام بتاعك انك اول حاجة لازم تجوع الحمام عن المعاد بتاع الاكل بتاعه وحط طبعا الحلبة في المكلف بتاعك طبعا الحمام هيبجعان فلا يمكن يتعود عليها ممكن بعد كده انك اتميه طبعا في الكلفة هنشوف طبعا طريقة التحضير دلوقتي مع بعض ونبدأ نمسق للحمام بتاعنا طبعا زي ما احنا شايفين طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا بنحط معلقة واحدة على 2 لتر ولكن انا مزود هنا الكمية طبعا زي ما اتفقت معاكم عشان انا هارجع اخفها بالطريقة دي كده بحاول طبعا انا اصفيها وما نزلش اي حبوب طبعا داخل المياه او كده جماعة ابدأ بقى مسأ للحمام بتاعنا ان شاء الله ان شاء الله الحمام بتاعنا زي ما احنا شايفين كده انا احنا خفتنا فيه الحلبة وابت ان شاء الله زي ما اتعودنا مع بعض الفيديوهات ابدأ لاملة للحمام بتاعنا بطريقة دي كده او كده يا جماعة بدأ اللصوص بتاعنا تشرب وتشرب الزغليل بتاعتنا صدق ان يعتبقى ليها فوقية كبيرة جدا مع الزغليل بتاعتنا من حيس الوزن زي ما انا اتكلمت برضه في الفيديو الحلبة يا جماعة لا غنى عنها صدق ان هي اقولها مرة واحدة بس في الاسبوع هتحسب فارج كبير جدا مع الحمام بتاعك وخاصة مع الزغلية زي ما نكتب وبكده يا جماعة بنكون هنا الفيديو بتاعنا معاك ويارب كده كوني يدير تعدي المال ده مفيدة لحظة لكو ما تنسناش في نهاية الفيديو باللايك واشتراك في القناة دعم لي ودعم للقناة وياريت فعل زر الجرس ليس لكل ما هو جديد من قناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته